الخوف أني أنا في مجال عمل وأنا في أكبر مؤسسة رأسمالية في أكبر بلد رأسمالي في العالم مصنع الرأسمالية الأمريكية أنا أخاف إذا ألت لهم أني أنا حامل أو طالبت بأحد حقوقي أن يتم استبدالي ماذا فعلت تلك السورية حتى تحتفي بها كبريات المؤسسات الدولية؟ ومن يقدم لها الدعم حتى تصل إلى ذلك المستوى من السيطرة والتحكم؟ وهل تواصلت معها جهات رسمية بعد التقارير الواردة بشأنها من الخارج؟ إنها السورية سيرين حامشو التي أبهرت العالم باختراعها الذي يضمن تفادي تداعيات التغير المناخي والأخطار المرتبطة ذلك من خلال عمليات تطوير نوعية على طريقة إنتاج طاقة جديدة من الرياح لكن كيف توصلت تلك السورية إلى هذا الاختراع؟ قبل الخوض في تفاصيل الاختراع النادر نتطرق قليلا إلى قدرات سيرين حامشو التي دخلت قائمة أفضل مئة سيدة على مستوى العالم باعتراف الدوائر العلمية والبحثية العالمية وعرفت سيرين حامشو بين السوريين على أنها ملكة الجوائز وهذا من كثرة الجوائز العالمية التي نالتها جراء جهودها العلمية فقد نالت العالمة السورية جوائز عدة من المنظمات الدولية والإقليمية وهذا سيرين حامشو هي مهندسة شغوفة بالعلم وهذا قدرات خاصة تم تعريفها كواحدة من أهم علماء الفيزياء وورثت الاهتمام بالعلم من والدها الذي كان يعمل مهندسان درست سيرين حامشو الهندسة في جامعة القلمون وأكملت في جامعة فيغساي الفرنسية كما حصلت على الجنسية الفرنسية ولشغفها بالعلم نالت سيرين شهادة في القانون من جامعة دمشق تزوجت من العالم الفرنسي السوري الأصل عمر الأسعد وعاش الزوجان في نيويورك وهناك عملت في جامعة جنرال إلكتريك وحققت سيرين أغرب معادلات النجاح نجحت العالمة السورية في التوفيق بين مسؤولياتها المنزلية كأم وبين مهامها كعالمة وبين عملها في واحدة من كبريات الشركات فضلا عن أنها باحثة في الدراسات الإسلامية تبدي سيرين حامشو حنينها دائما إلى بلادها استنادا إلى أن ذلك الحنين يمثل لديها قيمة دينية وإنسانية وترى أن الرحيل عن الوطن يعادل نهاية الحياة ويغلب على سيرين لاهتمام بقضية المهاجرين صورة السيدات المسلمات أمام المجتمع الغربي أخذت العالمة السورية سيرين حامشو تتتبع مولدات الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ورصدت أعطالا ملحوظة تؤثر على أداء تلك المولدات وبالتالي على إنتاج الطاقة المتجددة وبعد سنوات من البحث والدراسة توصلت إلى اختراع يضمن أداء تلك المحركات بكفاءة عالية من دون أي أعطال وصنفت اختراعاتها على أنها داعمة لجهود مواجهة التغير المناخي وإنتاج الطاقة النظيفة بتصميم أحدث توربينات الطاقة الكهربائية سجل يتلو آخر من إنجازات السوريين في الخارج حيث يصطرون بنجاحاتهم قصصا ملهمة للعالم حيث تؤكد مسيرة سيرين حامشو أنه ما من مستحيل أمام الإرادة البشرية وقوة الرغبة في النجاح